اتفعل جمهور مسلسل ملوك الجدعانة مع أحداث الحلقة رقم 11 اللي ماتت فيها حبيبة بنت نجلاء ونجلاء بتجسدها الفنانة رانيا يوسف وعلى الرغم من النجاح الكبير اللي حققته الحلقة وتصدرها الترند إلا إن ده ما منعش من وجود خطأ إخراجه الغلط اللي حصل في مشهد جنازة حبيبة لما ظهر الفنان محمد التاجي وهو ماشي وراء الفنان مصطفى شعبان لابس جلباب وبعدين في نفس المشهد لما تغيرت الكاميرا ظهر بعدها لابس عباية بلون مختلف ورجع وظهر لابس جلباب مرة تانية ناس كتير ممكن يقولك الغلط ده مش مهم يعني ومش مؤثر ولكن أقولك لأ ده مهم جدا وليه تسمية في عالم التمثيل واسمه راكور شكرا لكم لو عجبتكم المعلومة اضغطوا لايك مع السلام